العالم يحكم الطوق على عصابة الانقلاب في صنعها هذا ما كشف عنه أحدث تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن تقرير فريق الخبراء المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري تضمن إثباتات إضافية تشير إلى دور الرئيس يلعبه نجل المخلوع خالد في إدارة شبكة مالية لصالح والده وأخيه الأكبر أحمد وفي تنفيذ عمليات جديدة وتحويلات مالية مشبوهة وغسيل أموال منها 84 مليون دولار خلال عام 2014 التقرير تعرض هذه المرة لأشكال من الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون وسكتت عنها الوكالات الدولية طيلة السنتين الماضيتين في تحول يشير إلى أن المجتمع الدولي بدأ بالفعل مغادرة المنطقة الضبابية من الصراع الذي فرضه الانقلابيون في اليمن من بين أبرز صور الانتهاكات التي ركز عليها فريق الخبراء الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والأسواق على نحو ما وثقته اللجنة بالأدلة في تعز لجنة الخبراء شددت في تقريرها على ضرورة تنفيذ العقوبات المفروضة على المخلوع ونجله وعلى قيادات حوثية بشكل فعال من أجل ردع ومنع المستهدفين بها من الاستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار اليمن وعلى العكس من موقف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بدأ أن المبعوث الأممي إلى اليمن يتجاوز حدوده إثر لقاء أجراه مع هشام شرف عضو الحكومة غير الشرعية بصنعه رغم عدم صلة الأخير المباشرة بالمشاورات تصرف نستدعى أقوى انتقادا من جانب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي على نحو يحمل على الاعتقاد بأن هذا الانتقاد ينطوي على تقييم سلبي لدور المبعوث الأممي برمته ويحاصله بمزيد من التحديات التي تجعل من جولته الحالية مهمة محفوفة بالفشل إنها الحقيقة التي يحاول الانقلابيون تداركها عبر الموافقة غير المتوقعة على إرسال موفديهم إلى لجنة التهديئة المقرر أن تعقد اجتماعا في عمان وربما ذهابهم إلى أبعد من ذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققها الحكومة في الساحل الغربي ترجمة نانسي قنقر